بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم اليوم هو لقاءنا بالسيدة العظيمة السيدة حفصة بنت أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وهي الحقيقة كان لها دور بارس في رواية الحديث الشريف لكن نعيش قليلا مع بعض من سيرتها العطرة فقد كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند خنيسة بن حدافة السهمي ولما توفي عنها بأحد خطبها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عرضها على سيدنا أبي بكر ثم عرضها على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهما فلم يرد عليه بالقبول إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ذكرها بأنه هو حيتزوجها ولما شك سيدنا عمر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من سيدنا أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما فأقال له النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة لأن طبعا سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج بأم كالسوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه يسلم تسليما كثيرا وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام ستنا حفصة سنة ثلاثة من الهجرة وكان برضو مولد ستنا حفصة رضي الله عنها كان قبل البعثة بحوالي خمس سنوات وتوفيت ستنا حفصة سنة واحد وأربعين هجرية أمنا حفصة كان ليها دور كبير في رواية الحديث الشريف سواء في حفظ الحديث أو في تعليم الحديث الشريف لأنها رضي الله تعالى عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث مسندها في كتاب بقي ابن مخلد بلغ حوالي عدد الأحاديث ستين حديثا وعرفت ستنا حفصة بدقة روايتها رضي الله تعالى عنها يعني هي روت عن النبي عليه الصلاة والسلام وروت كذلك عن عمر ابن الخطب رضي الله تعالى عنه وتميزت بالأمانة في نقل الأحاديث واشتهرت بسرعة الحفظ وقوة الوعي وروى عنها عدد من الصحابة وروى عنها برضو عدد من التابعين فهي علمت في كل طبقة طبقة الصحابة والتابعين كذلك زي مثلا اللي روى عنها زي عبد الله بن عمر وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبي عبيد والمطالب ابن أبي وداعة وعبد الله بن صفوان الجماحي والمسيب ابن رافع وغيرهم روت أمنا السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها في موضوعات كثيرة جدا في أبواب كثيرة يعني روت في الطهارة وفي وجوب الغسل على كل محتل من يوم الجمعة اللي هي سنة الاغتسال يوم الجمعة دي من ضمن مرويتها روت كمان في جعل اليد اليمنى للطعام والشراب والملبس اللي روت المروية دي عن النبي عيساته السلام فقد روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك يبقى للطعام ناكل باليمين نشرب باليمين نلبس باليمين وما سوى ذلك نصنعه باليد الشمال كما هي وصفت من فعل النبي عيساته السلام لأن أغلب بيوت يعني زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن كانوا يروينا في السنة الفعلية احنا قلنا السنة إما قولية أقوال النبي عيساته السلام وتوجيهات النبي عيساته السلام أو فعلية أو تقريرية فأغلب روايات أمهات المؤمنين في السنة الفعلية هي أفعال النبي ليه لأنهم عايشين معه في قلب البيت في هذه الحجرات الشريفة روت كمان أمنا ستين حفصة في أبواب الصلاة يعني مثلا روت في الركعتين الخفيفتين إذا نودي بالصبح يعني لما نسمع أزان الصبح إن الإنسان يقوم يصلي ركعتين اللي هما قبل صلاة الفجر وهي شافت ده من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر أول ما بينادي المنادي كده ويطلع الفجر النبي يصلي الركعتين اللي هي السنة القبلية كمان روت في الصوم روت مثلا في إنه لا صيامة لمن لم يجمع الصيامة قبل الفجر في هذا المعنى لأن النية ركن من أركان العبادات والأمر بيتأكد أوي في موضوع وفي ركن الصيام بيتأكد وجوب النية قبل بدء اليوم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يجمع الصيامة قبل الفجر يعني يجمع النية يعني من لم يعزم على الصيام قبل ما الفجر يطلع ومن لم يعزم وينتويه قبل أن يدخل عليه أداني الفجر فلا صيام له أي لا يجزئ صومه الذي صومه بدون نية وعزم يسبقه عن قبل الفجر طبعا ذكر الجمهور عشان احنا قلنا قبل كده أي حديث أو أي آية كريمة أو أي حديث شريف لابد أن احنا نفهمه العلماء بيفهمه بالوسائل وبالأدوات ليهم مناهج علمية عشان يفهمه هذا الوحي الشريف فمما فهمه السادة الفقهاء ودهب إلى ذلك الفهم جمهور العلماء أن هذا الحكم اللي هو من لم يجمع الصيامة قبل الفجر أن هذا الحكم مختص بصيام الفرد اللي هو زي صيام شهر رمضان أو أنك بتقضي يوم من أيامه فده فرد برضو القضاء اللي عليك فرد صيام ندر الندر أو جبت على نفسك صيام فده برضو فرد صيام الكفرات اللي عليك ده فرد لكن صيام التطوع ممكن لما تيجي تصحى الصبح أنت بالليل نايم ومش في نيتك تصوم صحية الصبح لقيت نفسك عايز تصوم في صيام التطوع يجوز ولا كدلي لك أن تنويه بعدما يصبح الصباح زي ما ورد في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وجاء فيه صحيح الإمام مسلم عن ستنا عائشة رضي الله وتعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدات يوم النبي كده الصبح بإله يا عائشة هل عندكم من شيء؟ قالت سيدة عائشة فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم فده في صيام التطوع روت برضو ستنا حفصة في صوم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يم من كل شهر زي ما كما روت من فعله لشان كده من أكد أنه أغلب روايات أمهات المؤمنين هي رصد للسنة الفعلية لحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وده يأكد على أن السنة كانت مصانة محفوظة لأن زوجات النبي رضوان الله تعالى عليهم عايشين مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شايفين تصرفاته وأفعاله وأصدق ما يصدق ويصدق هذا الكلام الروايات مضامين وموضوعات الروايات كلها أوصاف لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام فتيجي مثلا زي ما روت من فعله ستنا حفصة بتقول أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عشراء والعشر صيام يوم عشراء العشر بتوعد الحج وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغدا دول من أنواع الصيام اللي النبي عليه الصلاة والسلام هي لحظة أنه كان لا يدعهن النبي عليه الصلاة والسلام راصد ستنا حفصة كغيرها من أمهات المؤمنين راصد لفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مدوّة مدوّية يعني حافظة لذلك ومعلمة إياه للمسلمين راوت ستنا حفصة جذلك في المناسك وراوت كمان في موضوع الدواب التي لا جناح على من قتلهن كما راوت في الزينة في لبس الدباج للرجل وراوت في الشمائل في فراش النبي عليه الصلاة والسلام راوت في العديد من الموضوعات راوت في الأداب راوت في ما يفعل الرجل إذا أراد النوم راوت في الطب راوت في الرقية راوت في رقية النملة راوت في تعبير الرؤى اللي هي تفسير المنام راوت كذلك في الفتن وغيرها إحنا لما بنذكر برؤوس الموضوعات عشان نقول الموضوعات التي نقلت العلم فيها ستنا حفصة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي مثلا ما راوت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يرقد النبي داخلي نام يحط إيديه صلى الله عليه وسلم الشريفة وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار النبي يقولها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم ده برضو رصد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية في ذات الوقت وتعلم ذلك للمسلمين والمسلمات وحنأكد على فكرة أنه بيلاحظ في المرويات غلبة السنة الفعلية أنه دايما أمهات المؤمنين راصدات للسنة الفعلية أكتر من السنة القولية يعني هي اللي ظهر أوي في روايتهن لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في وصف أفعال وأعمال النبي عليه الصلاة والسلام اللي اشتركت فيها ستنا حفصة رضي الله تعالى عنها في نقلها إلى الناس مع بقية أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أنا طبعا مع تفاوت في الرواية بينهن بين الكثرة والقلة وده أمر طبيعي وإلا أن ستنا حفصة رضي الله تعالى عنها كسائر أمهات المؤمنين يعني برضو بتختص وكل واحدة منهم بتختص برواية بعض الأحاديث التي لم ترويها بقية أمهات المؤمنين فبالتالي كل زوجة من زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن أخذنا جانب لم تذكره يعني الأم الأخرى أو أمهات المؤمنين كان فيه فوارق فيه كم الرواية وأنواع الروايات وفيه اشتراك فيه مضامين وموضوعات يعني يأكد بعضهم روايات بعض زي مثلا تميزت ستنا حفصة في مسألة روايتها في الرقية من النملة وقصة ابن صائد والدواب التي لجناحها في قتلهن وغير دا من الموضوعات اللي بيطول شرحها احنا بندي بس موضوعات عشان نقف إنه السنة محفوظة محفوظة في بيت رسول الله عيسى والسلام ومن زوجات النبي الكرام اللي عاشوا فترة بعد وفاة النبي عشان يمرسوا ويقوموا بعملية التعليم بعد ما تعلموا في بيت النبوة فكانوا هنا يعني راويات للحديث الشريف محدثات عن زوجهن النبي الكريم وكذلك سائر أمهات المؤمنين وهكذا شرف الله أمهات المؤمنين كل واحدة برواية الأحاديث أو بأحاديث بترويها وبيلتصق اسمها بها لتبين للعالم النور اللي جاء به النبي الكريم نور الحكمة الذي ينبع من حجرات هؤلاء السيدات الكريمات الفضليات أمهاتنا زوجات النبي الكريم رضوان الله تعالى عليهن جميعا واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين آمين مرحبا بكل مشاهدينا الكرام مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون مرحبا بالجميع نذكر كعادتنا بصفحتنا صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع دكتورة نادية عمارة ده اسم صفحيتها نستقبل كل اللي حضرتكم حابين تبعاتوه اللي مش بيقدر يتواصل معنا من خلال الهواء يقدر يبعث على الصفحة لاستفسارات التعليقات كل شيء بس حابة أن أحذر أن في صفحات كتيرة مزيفة منسوبة إلي أرجو شدة الحذر من ذلك وإحنا بنجاوب على الأسئلة المخصصة لحضرتكم في اليوم الخامس إحنا بنلتقي بحضرتكم من السبت إلى الأربعاء من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم وبناخد أسئلة حضرتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة بنحاول نجاوب على أغلب الأسئلة دي في ذات الحلقة ويوم الأربعاء هو المخصص للرد على الأسئلة اللي ابتفد على صفحتنا وكمان بنعرض فقرتنا المباركة فقرة كتاب قلوب عامرة معنا سيد أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد أم محمد زي حضرتك يا دكتور الحمد لله فند دكتورة أنا عايزة بس أعرف حكم الدين أي على الزوج اللي بيطلب من زوجته إن هي نص أخي أنا كنت أحامل وجود بيطلب مني إن أنا ننزل الحمد كنت في شهر كام؟ لا أنا كنت لسا في الأولى دكتورة حالياً دلوقت أنا الحمد اكتمل ووضعت بنت الحمد لله بس الحمد لله برضو البنت يعني نزلت عندها بتاعب كده عايزة أعرف حكم الدين أي يا دكتورة عليه يعني أنا كل ما أشوف بنتي تعبانة بتاعب دي بتتقلم قدامي مش قادرة سامسة مش قادرة تسمحي ليه هو هو أنت حصل حاجة أنت ما عملتش حاجة استمر الحملة يعني يعني أنا ما عملتش حاجة بس هو هو غضب على نعمة ربنا اللي هو التهالف الأول يا دكتورة يعني أنت شايفاه من وجهة نظرك ربما هو ليه وجهة نظر تانية يا سيدة محمد حاضر حاجة هو بحضرتك شكراً جزيلاً معنا أستاذة مونة تفضلي فاندة زيك يا دفت أهلاً وسهلاً أنا ورسعت بس عن ثلاث أسئلة مع حضرتك أول سؤال أنا دميلة دي أنا لدي حتى لو لو بلط بسيط فبسحى منهم مش معرفة أنه أسحى أولاً أدعي ربنا وعمصة القرآن ده ربت أن أنا مش بعرف أنا مهر ولا والقرآن جندي يعني من خطر ما أنا مش عرفة نعم بس باري ربنا كثير قوي 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 بس ما تفحق ما ربنا أنت بتقولي بتقنبي نفسك بتقنبي نفسك على إيه فن غلطة قديمة تمام حاجة حصلت أياً كان نعوك بس أنا بعضها يربنا كثير جداً جداً يعني ما بتتذكريها بتستغسري أوه لكن أنا بقى أقصد لما بعضها يربنا كثير فبس أنا دعاء بيستجاب ما أنت اللي بتقولي أنت اللي بتقولي أنه مش مستجاب لكن مين قالك أنه مش مستجاب؟ الدعوة إجابتها لها ثلاث أنواع من الإجابات هنتكلم معنا حاضر إيه السؤال الثاني؟ السؤال الثاني أنا كنت اجتماعتي يعني بشيك بتفزيون بدون ذكر أسماء بيقول إن إحنا صفحة بيضة بيكتب فيها كل اللي هيحصل لأولاد هل ده لو أنا بعمل حاجة غلط أولاد هيكراروه؟ ولا يقصد إيجابيات؟ أو يقصد التربية يعني؟ إحنا اللي بنربي وإحنا بناخد بالنا منهم؟ تمام يعني أنا لو غلطت غلطة أو أولاد لأ يعني هو بيقولك إحنا صفحة بيضة إحنا بنكتب فيها إيه؟ إحنا صفحة بيضة بنكتب فيها إيه حريك بتقودي؟ أو إحنا صفحة بيضة كل اللي إحنا بنكتب فيها أولادنا هيعمل اللي إحنا بنزرعه؟ اللي إحنا بنعمله؟ تمام تمام حاضر ثالث سؤال كان فيه دكتورة على النت أنا سمعتها أو تسيخها أو كذا أنا متعبتها إيه بالضبط بس أنا سمعتها بتقول إيه يام سيدنا محمد يعني في حد زنب فدي معنى الحديث أنا مش بكرة الحديث بالضبط فالحديث بيقول إن هو إيدنا محمد قال إرجموه حتى الموت وقعد التوصف بشكل يخوف جداً جداً اللي هيحفر يوم الإيامة للسخص اللي بيزني ده هل ده الحاجات دي بتخوفنا جداً يعني الحمد لله الحمد لله ما فيش حالة كده حفلتلي بس الحاجات دي بتخوفنا أوي يعني أنا طول عمري مثلاً عملت غلصة نقعد ندعي ربنا كتير إن ربنا يسمحنا على الغلصة برضو أنا هشافر يوم الإيامة كذا ولا ده ولا ده يعني إن أنت أصدك إنه إذا ارتكب الإنسان جر أو مخالفة فاستغفر وتاب هل بعد الدعاء بالتوبة والاستغفار هل إنه يأتي يوم القيامة فيجرى عليه الحساب هيجرى على الجميع الحساب لكن يجرى عليه العقاب إنه يلزم العقاب بعد ده ولا لا حاضر يا ستد الله الله سبحانه وتعالى إذا العبد استغفر وتاب إلى ربه غفر الله تعالى له وصدق في توبته إلى مولا ورد المظالمة إلى أهلها وقام بتصحيح مصاره في طريقه إلى مولا كيف لا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه وهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم سيدة أم يوسف أهلا وسهلا سيدة أم يوسف تفضل أهلا إيه؟ الحمد لله بقول لها حضرتك موجودة يرمي علي أنت طالق قال لي مثلا يا سيدنا أنت طالق قال لي إيه؟ قال لي بإسم كده يزيد أنت طالق يا فلانة أنت طالق طب ده مش يمين طالق ده بيقولك أنت طالق بل بيقولك علي الطالق لا بيقول لي أنت طالق قال لي أنا أخذ كده كم نفس مشكلة ورح قال لي سيدنا طالق تمام تمام يا فلانة أنت طالق تمام السؤال رفت عند بيت أبوهي قعدت شهر اللحظات بسيطة ورجعت البيت تاني كده لازم أن يروح داري الأسة وكده ولا يطلع السكفرة لأم أكثر في الجنة وخلاص هقولك أنا وفي حاجة أنا أعدى قدامه بليبت البيت عادي بيعمل إيه؟ أعدى قدامه بليبت البيت عادي طيب حاضر أبشري يا أستاذة نوهة أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بايك يا دكتور الحمد لله رب العالمين فيه استفكار ما عليك تفضل أنا بنت عانوتي كانت بنوتها عشرين سنة جاي لنا زيارة فت ورفت وهي كانت في الفترة دي عليها البريست يعني هي كبت زوركو وتوفيت آه وتوفيت ويهة عندنا لا إله إله فهي كانت فهي كانت عليها الدورة الشهرية آآ يعني البيت لما جاتت مغسلة عشان تغسلة احنا ما قلنا لها شميكت عليها وهي أصلا يعني يوم ما ماتت هي كانت يعني هي ماتت و هي دخلت تتعرف لا ما هي كانت آآ يعني ساعة ماتت هي كانت دخل الحمامة عشان تلآ كانت تستحمي يعني و كده فما حصلش نصبه ما رحقيتش أيو ما هي ما هي عمامتها بالماء و غسلتها احنا عريس أصلا اللي خلنا نسألك بس يعني لو فيه كفرة ولا حاجة لان هم قالونا ان الغسل بيبقى ده طريق يعني ده شيء ولما تبقى على دي قشق تاني لو فيه كفرة بس احنا بنسأل علينا أو على الميتة نطلح لان احنا مقلنا لهاش خالص و محدش كان يعرف فاهمك حاضر شكرا يا سترا شكرا رحمه الله و رحمة و ساعة هنطلع الفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نبدأ في ارد على اسئلة حضراتكم بتيسير الله تعالى و اذنك اهلا وسهلا بحضراتكم كان في ستة محمد بتتكلم انها كانت حامل و زوجها كان عايزة تنزل الحمل فهي رفضت وكملت الحمل و انجبت الابنة وبتقول انه البنت نزلت عبانة شوية فهي بتقول نهز علانة منه لانه هو لم يرضى بما اعطاه الله اياه انا مش عارفة ايه عزره في هذا الامر ولكن ما عليه الفتوى انه مسألة انزال الجنين ابتداء انه هذا الامر ممنوع الا لو الانسان له ضرورة في ذلك ولها ضوابط معينة وقبل نفخ الروح ويكون فيه مرض يكون فيه شيء وهكذا اما اذا كان مطلق انه اول ما اعرف انه فيه حمل لا لشيء الا مثلا لمعنى مثلا سيء زي مثلا جانب الرزق او ما شابه ذلك كل دي امور هي ابتداء ممنوعة كما هو معلوم وبيكون فيه اراء بنسقها بحسب الحالة بين حالة اخرى مسألة انه البنت يعني ولدت فيها شيء يعني لا تزير وزيرة وزيرة اخرى وانا ما اقدرش اقول ان ده بسبب ان الاب كذا لا نستطيع ان احنا نقول شيء غير ان احنا نصبر على ما اعطانا الله اياه ونقوم بواجب التمريد والعلاج وما شابه ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يتم لها الشفاء ونأخذ باسباب الشفاء يا صاحبة السؤال وبطل يزعل منه وان شاء الله ربنا يشفيها ويعفيها بالنسبة ليه الست مونة هي على طول بتأنب نفسها على اخطاء مضت هي عاشت فيها او وقعت فيها يعني انا استمرار الانسان في تبكيت نفسه ولوم نفسه حتى انه بقى يوصل مرحلة ان يسيء الظن بالله هذا لا يصح ولا يجوز لانه يجب على المؤمن ان يحسن الظن بمولاه وانه الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم لمن تاب وأناب وعاد الى مولاه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بشر التائبين وبشرهم بشيء عظيم أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ما على الانسان الا انه يسارع بالتوبة الى ربه ما يسوفش في التوبة وبعدين انا لما بتذكر هذه الذنوب ماذا اصنع ده انت في حال اسمها حال التوبة النصوح اللي هو قالوا العلماء بانه ان يبغض الذنب كما ان تبغض الذنب كما احببته وتستغفر منه اذا ذكرته فانت في هذا الحال حال شريف لكن الايغال فيه اكتر من كده او ان انا بقى يسيطر علي مشاعر انه ربنا مش هيغفر لاب انا دخلت من التوبة النصوح الى بسبتها ودخلت الحتة او مساحة مش كويسة وهي وسيء الظن ولا احسن الظن نبي ربي لأنا اتوب واستغفر ايه الحال اللي انا عليها حال شريف ان انا تائب مستغفر لما بتذكر الذنب ده اجدد التوبة لله سبحانه وتعالى وهذا هو المطلوب وليس سوء الظن هو المطلوب ده نباتوب وبستغفر مع احسان الظن بالله سبحانه وتعالى بالنسبة للكلمة اللي سمعتيها من احد المشايخ او العلمان بيقولك ان الاولاد زي الصفحة البيضة اللي احنا بننقش فيها ما نشاء هو مش معناه انهما بيتحملوا افعال الوالدين لكن احنا لازم نبقى او اظنه يريد ان يقول بانه احنا على قدر اهتمامنا بيهم وان احنا بنزرع الخير فيهم احنا بننقش ده بادينا بمدى اهتمامنا بيه اولا اطعمهم حلال ثانيا رعايتهم وتعاهدهم بالتربية واحسان التربية وفي نفس الوقت مش انه اهمال الاولاد لان احنا المجتمعات في المراحل في هذا الزمان غلب عليها عدم الاكتراس بالاولاد عدم الاهتمام بالاولاد زي مثلا اهم حاجة تدي فلوس وتأكل وتشرب او انه لما فيش فلوس فانت بتهمل لا ده صح ولا ده صح الرعاية المعاهدة انه بسأل عليهم بشوفهم بصحبوا مين بيكلموا مين ده صح ده غلط هذا خطأ هذا صواب وشوية انصح وشوية اضحك شوية كل انسان على قدره وفي المكان وفي الوضع اللي هو فيه يعني فاحنا ده اظنه ما يريد انه ينصح بهذا العالم الذي استمعت الى نصيحته في هذا الامر اما المعنى التاني اللي انت عايزت تقوليه انه انه هما يشيلوا اوزارك لا لا يحملوا الانسان الا ما سعى بي في دنيا فلا تزروا وزرة وزرة اخرى لكن لازم ننبه انه احسان الوالدين اذا كانوا من اهل الصلاح بينتفع بهذا الصلاح الاولاد بلا شك انا لما النهاردة الاولاد يطلعوا في بيت ناس صادقين بيحسنوا معاملة الناس بيقدوا الواجبات بيصوموا بيصلوا بعيد عن المحرمات لا فيه شرب لا فيه خمر لا فيه صحبة سوء لا فيه افعال سيئة لا فيه افعال قبيحة لا فيه انفسهم ولا بيسمحوا بيها لاولادهم ما هو طبعا صلاحهم بيعود على اولاده صحيح انه انا لو عندي اب شارف خمره بيدخل على اولاده هتكتب له السيئات دي ولاده ملهمش علاقة بالسيئات لكن شؤم المعصية اللي داخل بيها عليهم لازم حينصابوا منها تحلف عن عيل من اولاده مش جايب ببركات بقى الصالحين اللي هم بيبقوا معهم الملائكة الكرام لا داخل باشياء اخرى نسأل الله السلامة فبلا شك ان صلاح الوالدين ينتفع به الاولاد في الدنيا ببركة الصلاح كما ان شؤم المعاصي له اثار لكن ان حد حيشيل وزر حد دل الله حق عدل الله حق عدل جل جلال الله حنرجع تاني لمسألة حسن الظن بالله لنحرك بتقولي هل بعد الدعاء والتوبة والاستغفار لا يغفر لنا هل دمع أول علينا ان نحسن الظن بخالقنا سبحانه وتعالى فهو الله الرحيم الغفور الحليم يحلم على اخطائنا ليعطينا بعضا من الوقت فنتوب ونؤوب الى الله تعالى وهو الذي امرنا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وخاطب بالتوبة وأمر بها أهل الإيمان مش بس أهل العصيان لأن ده ديدا أهل الإيمان عادت أهل الإيمان أنهم يعودون الى الرحمن يؤوبون اليه ليل نهر يستغفرونه يأتي مسيء النهار فيستغفر بالليل ويأتي مسيء الليل فيستغفر بالنهار في حلق التوبة وعودة الى الله سبحانه وتعالى فالإنسان يحسن الظن بربه أنا دعوت الله واستغفرت وأول عبادة عبد الله بها سبحانه وتعالى على الأرض كانت دعاء التوبة والاستغفار قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين لما نسي آدم أمر ربه ووقع في الخطيئة لقنه الله تعالى كيف يتوب إليه فكان دعاء التوبة والاستغفار لأنه الله الرحمن الرحيم بالنسبة لست أم يوسف بتقول الزوج رمى علي يمين طلاق وقال لها يا فلانا أنت طالق وهي بتقول روحت فيه أبويا بعد كده رجعت عاشت معا هرجع تاني وأقول كمنهجنا من زمان قوي مع حضراتكم لابد من السماع من الزوج لأن الطلاق لمن أخذ بالساق اللي هو الزوج فضرورة المسارع بتهاد إلى دار الإفتاء المصري وبخاصة أن هذا ليس يمين ده بيقول لك أنت طالق فيروح ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام وأبشري خيرا إن شاء الله الست نوها بنت عمتها عشرين سنة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني كانت بتزورهم وتوفيت والبنت كانت في يعني كانت عندها الدورة الشهرية لكن كانت في ختامها وبتقول إن هي كانت المفترض حتقوم تغتسل فلم تتمكن وتوفيت فغسلوها وهما ما قالوش للمغسلة إن هي عليها الدورة فهم يخشوا إنه الطهارة أو غسلها لم يكن على الصورة السليمة فلو فيه كفر الغسل كما ذكرت لحضرتك النبي عيسى السلام قال لنا سبحان الله إن المؤمن لا ينجس علمنا النجاسة دي نجاسة حكمية يعني إيه؟ يعني المرأة الحائض لازم تحكمها أن تغتسل عشان تقدر تمارس وتؤدي العبادات الرجل والمرأة الجنوب لابد أن يتطهر كي يستطيع الصلاة والقيام بسائر العبادات حكمهم كده لكن هم عشان أصابوا جنابة أو حيضة أو نفاسب فيه فيه أنه هم نقول أنه ده نجس لا يمكننا القول لا يمكننا أن نقول ذلك سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إنما حكمه في الشرع أنه إذا أصابه كذا لابد أن يكون كذا وزي ما شرحنا وبينا الحضرتك يبقى كونها كان عندها الدورة مش نجس حكمها في الشرع إنها تغتسل عشان تقدر تؤمن بدا طيب إيه اللي حصل مع المغسلة الغسل تحقق على كل حال ونحسابها من الشهداء ولا كفارة ولا شيء على حضرتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى لها الرحمة والمغفرة والصبر وإن يلهم الصبر لأهليها اللهم آمين كان فيه سؤال أختنا الفاضلة كانت السيدة محمد وكان بتسأل عن قضاء الصلوات الواجب في مسألة قضاء فوائد الصلاة والله أنا بميل إليه أكتر إنه هو دين ودين الله أحقه بالقضاء حتى تبرأ الزمن نعم وعشان بردو نوصل ليه إحنا دايما بنقول الخروج من الخلاف أولى يعني البعض الذي يقول بأنه الإنسان يقوم يؤدي الحسنات الكثيرة ويتطوع بنوافل كثيرة حتى يغفر له ما سابق ما قصر فيه جميل طب من باب أولى بقى وأنا بأدي النوافل أقضي ما فاتني من أداء هذه الصلوات على وقتها لأن أنا أخطأت في حاجتين في وقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوط فأنا فوت الوقت وفوت الصلاة يبقى لابد من القضاء قدر طاقتي أنوي ذلك وأستغفر الله ليلة نهار على هذا التقصير وقت بقى ما أتمكن أقضي ولما أقضي أقضي بالقاء يعني مثلا إيه بالأركان على طول يا مثلا أقرأ الفاتحة بدل ثلاث تسبيحات أو خمسة أو سابعة أعمل تسبيحة القدر الأقل عشان أقدر أقضي مما علي قدر طاقتي مع التوبة والاستغفار وكثرة التنفل لو علي سنوات كثيرة أعمل كده أو علي مثلا خمس صلوات أو أقل من خمس صلوات على طول أقضيها إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك مع دوام إعلان التوبة لله مع دوام الاستغفار مع دوام العودة إلى مولانا جل جلال الله الاستغفار وندم القلب على ما التقصير الذي قد يكون وقع فيه الإنسان وهذا لا يخل منه أي إنسان منه فنستغفر الله العلي العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينة نسألك عزا عظيمة يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اخفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة